فرضت الجغرافيا نفسها على أوروبا فتنبهت لرياح ليبيا قد تهب إليها حاملة المخاطر والمناثع وكل التناقضات على حد سواء مخاطر الإرهاب وداعش والمهاجرين غير القانونيين ومنافع الارتباط السياسي والطاقة وأنديب الغاز هناك في برلين انعقد المؤتمر لإعادة ليبيا إلى دائرة العين الأوروبية الحل الذي غاب لاستحالته بفعل التعقيدات يجب أن ينجح هذه المرة وإن غاب عن المشهد رجل الساحة حفتر والسراج لتبرز تغريدة لافتة لرأس السياسة الخارجية الأوروبية تكفع باتجاه الحسم العسكري إنصاصت الأمور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ولمناقشات هذا الموضوع نضم إلينا من باريس الكاتب الصحف الليبي عبد الحكيم فنوش وإيضا من لندن الدكتور محمد القواس الباحث السياسي أهلا بكما ضيفي العزيزين في بانوراما واسمح لي أن أبدأ مع الدكتور محمد القواس من لندن دكتور كان لافتا ما شاهدناه تجتمع قوى العالم في برلين لإيجاد حل ليبيا لكن الحاضران الغائبان حفتر والسراج لم يكونا في هذه الصورة ولا أيضا في المباحثات كيف يمكن فهم هذه المفارقة الحقيقة لم يكن مفاجئا لأن أساسا مؤتمر برلين كان للدول المنخرطة أو التي لديها ارتباطات معينة أو مصالح معينة في الشأن الليبي كان مؤتمر دوليا وكان يفترض أن لا يحتر الأطراف الليبية لكن في الساعات الأخيرة تم دعوة الأطراف الليبي وهذا منطقي جدا أنه بالنهاية نقاش مسائل الشعب الليبي على الأقل على الفرقاء المتصرعين أن يكونوا موجودين وهذا أيضا يثبت أن الصراع الليبي ليس بالضرورة محليا داخليا بين فرقاء الليبيين فقط وأن هذه الحرب المستمرة أيضا أحد أسبابها أن هناك من يشجع هذه الحرب وهم فرقاء خارج الحدود الليبية وبالتالي أيضا إذا أردنا الذهاب إلى تسوية وإلى سلام على هؤلاء الفرقاء أن يشاركوا في إيجاد صيغة تسوية توفر وتهدي الشعب الليبي هذا السلم المنتظر طبعا هذه مفارقة كبرى لكن التسويات التي حصلت أيضا في مناطق أخرى في العالم جرت بنفس الطريقة تعليقك أستاذ عبد الحكيم على ما ذكرناه وعن غياب من يمثل الشرق والغرب في ليبيا عن ما يتم طبخه في برلين لليبيا مرحبا بي أخي العزيزي الحقيقة أنا عندي تحفظ على هذه المسلمة التي يتم تكرارها على ألسنة الكثيرين بأن هذه الأطراف الخارجية تبحث عن حل ما للأزمة الليبية أنا لا أملك هذا اليقين بأن هذه الأطراف تبحث عن حل على الإطلاق هذا ليس يقينا لدي وإنما ما أرى هو إدارة للأزمة من قبل هذه الأطراف وليس بحثا عن الحل فمن يبحث عن الحل على الإطلاق لا يمكن أن يتخذ الإجراءات التي اتخذت خلال السنوات الماضية بإعدام مفهوم الدولة أرى بأن هناك زرح لمفهوم الفوضى وهناك إدارة للدولة من خلال نهب مفهوم ليبيا وإعطائه من قبل هذه الأطراف الخارجية بدون واجه حق لأطراف بعينها لتكون هي أداتهم في كيفية إدارة الحالة الليبية بغض النظر عن نتائج التي ممكن أن يصلون إليها يعني الفوضى القائمة وحالة لدولة وانعدام المرجعية القانونية والدستورية ليست نتاج عاجز وإنما نتاج إرادة من قبل هذه الأطراف الدولية التي ادعت لنفسها الحق بأن تنتقي مجموعة من الليبيين لا يسيطرون على شيء على الإطلاق لتدعي بأنهم ليبيا التي يعترفون بها في حين أن ليبيا الواقع وليبيا التي تباد على الأرض لا معنى لها بالنسبة لهم على الإطلاق فبالتالي النقطة الأساس هنا في كيفية تناول حالة ليبيا في أن هذه الأطراف لا تبحث عن حل على الإطلاق وإنما تدير الأزمة الليبية واستدامة حالة الفوضى والدولة هو أمر ممنهج لقد أحالونا نحن كليبيين إلى ما فهم ما قبل مفهوم الدولة يعني نحن ما عدنا شعبا لأن شعب هذا اللفظ سياسي يطلق على مجموعة من السكان يصنعهم لتكون إرادة بأن يصوغوا نفسهم داخل محيطهم في علاقاتهم الخارجية وأن ينتج السلطة التي يبتغونها تمثيلا لهم نحن ما عدنا شعبا نحن كتلة بشرية وجغرافية يتم التحكم فيها من قبل هذه الأطراف وفقا لمصالحهم ولا أرى بأن ادعاءاتهم الباطلة بخوفهم بإدعاء خوفهم من الإرهابيين وإدعاء خوفهم من الهجرة بأن هذا تهديد حقيقي بنسبة لهم فمن يخشى من الإرهابيين عليه أن لا يشارعن الصراج ومن معه وبعد أن يأتوا إليهم ألاف من الإرهابيين وألاف من المرتزقة لتحمي هذه المجموعة التي يدعون لها شرعية الإرهابيون ليسوا جديدين ليسوا حدثا طارئا على ليبيا على الإطلاق كانوا موجودين وكانوا يتعاملون مع الأطراف السياسية التي تساندهم سنناقش هذه النقطة لكن دعنا أستاذ عبد الحكيم نتابع أسباب اهتمام أوروبا في ليبيا وعودتها لإمساك زمان من مبادرة هناك ثم نعود لاستكمال الحوار معكم مع تصاعد الصراع في ليبيا ودخول أطراف دولية عدة على خط هذا الصراع وجدت أوروبا نفسها ماما أزمة تطل على سواحلها الجنوبية قد تصدر لها الكثير من المشاكل الإرهاب هو أكثر ما تخشاه أوروبا وقد أصبحت ليبيا مركزا لتجمع الكثير من الحركات الإرهابية بينما تبقى مشكلة الهجرة غير الشرعية حديث الأروقة السياسية الدائم حيث تشكل السواحل الليبية مركز انطلاق لقوارب المهاجرين بشكل مستمر دخول روسيا وتركيا على خط الأزمة الليبية دفع أوروبا إلى التحرك سريعا في محاولة لاحتواء الموقف فروسيا بدأت باستثمارات ضخمة في البنية التحتية للنفط والغاز في ليبيا ما يعني سيطرتها على خط أنابيب غاز آخر يغذي أوروبا ويتحكم بوارداتها تركيا من جهتها أرادت حصتها من غاز حوض المتوسط فوقعت اتفاقا مع حكومة السراج لترسيم الحدود يعطيها سيطرة على مساحات واسعة من حقول الغاز خطوة ترجمتها أنقرة جديا بإرسال مرتزقة وجنود أتراك لدعم حكومة السراج في حربها ضد الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر طريق أوروبا لاستعادة مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا لن يكون مفروشا بالورود فبمعزل عن المنافسة التركية الروسية في ليبيا تواجه أوروبا قساما داخليا بين إيطاليا التي تصطف إلى جانب تركيا والسراج من جهة وبين فرنسا التي تصطف إلى جانب تحالف حفتر من جهة أخرى ماهر نبواني العربية اشتركوا في القناة دكتور محمد القواص لماذا تنبهت أوروبا الآن إلى ما يحدث في ليبيا رغم أن هذه الأزمة تراوح مكانها منذ سنوات أشار التقرير بشكل دقيق أيضا إلى أن الأوروبيين شعروا لأول مرة أن الفضاء الليبي الذي يعتبر بشكل أو بآخر هو حديقة خلفية جيوستراتيجية لأوروبا أصبح مصادرا من قبل طرفين روسيا من جهة وتركيا من جهة أخرى وأن أوروبا ستصطدم بواقع أنه في حال تمكنت روسيا من هذا التقدم فأن قواعد عسكرية روسية ستشرف على الضفة الأخرى للبحر المتوسط تجاه أوروبا إضافة إلى أن التدخل التركي أصبح يشكل اختراقا استراتيجيا ولا يمكن للاتحاد الأوروبي ولمصالحه في شرق المتوسط وفي البحر المتوسط التي لها علاقة أيضا بشبكة الغاز الواعد وبالتالي أيضا على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك وأعتقد أيضا أن المنظومة الغربية بشكلها الكامل نتحدث عن الولايات المتحدة التي كانت حاضرة على مستوى وزير خارجية وعلما أن الخلاف الأوروبي الأمريكي كبير منذ تبوء دونالد ترامب سدت الرئاسة في بلاده ومع ذلك لحظنا أن هناك تضامنا أطلسيا أمريكيا أوروبيا لوقف هذا الاختراق هذا التقدم التركي الروسي طبعا في هذا المجال أوروبا وضعت يدها بقوة على الطاولة ولكن السؤال الكبير هل بإمكان هذا الذي تقرر في برلين وكان بشكل إعلامي وإطلال على العالم بإمكانه أن ينفذ من قبل الأوروبيين أنفسهم ونحن نعرف أيضا أن الأوروبيين من قاسمين على مصالحهم متعلقة بليبيا ثم أن تجاربهم السابقة في الموضوع العسكري أيضا كانت فاشرة لم يستطيعوا أن يشكلوا جسما عسكريا مستقلا عن الولايات المتحدة أو مستقلا عن الحلف الأطلسي لكن كل الأحوال المسعى الأوروبي ذاهب إلى الصقف الذي تقرره الأمم المتحدة لكن ربما جوزيف بوريل غرادة تغريدة كانت لافتة لمح فيها إلى إمكانية الحل العسكري لحسم الأمور إذا ما استمرت عندما شعرت أوروبا بأن هناك خطرا داهم كان هناك تلميح ولو بطريقة غير مباشرة إلى حسم الأمور عسكريا ربما في ليبيا أعتقد أن هذا كلام جديد أوروبي وكلام لا يشبه الأوروبيين ولكنه موجه إلى طرفين أساسيين طرف الروسي والطرف التركي وأعتقد أيضا أن روسيا قد تفهم هذا الموضوع قبل أن تفهمه تركيا روسيا لا تذهب إلى صدام مع المنظومة الغربية تذهب إلى ملء فراغات هذه المنظومة وإذا ما شعر فلاديمير بوتين أن هناك إرادة أمريكية أوروبية في هذا الشأن فأنه سيحاول الاستفادة مما يمكن الاستفادة منه دون الصدم طبعا هي إشارة واضحة جدا إلى تركيا أن الخيار العسكري أصبح واردا لأن مصالح الأوروبيين مباشرة وأن مصالح دولة كليونان أو قبرص وهو دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يمكن التقليل منها ثانيا أن كل آمال الأوروبيين في أن يحصلوا على الغاز في المنطقة أصبح مهددا بطموحات جديدة طارئة طيب أستاذ عبد الحكيم هل يمكن أن يقبل ليبيون بمنطق الحل الأوروبي القائم على درء المخاطر وحظ المنافع دون أن ينعم الليبيون بالاستقرار هذا لم ينقطع يا أخي العزيز وطول السنوات الماضية لم يتغير عليهم شيء على الإطلاق النفط والغاز يمر دون أي عوائق على الإطلاق والطروات الليبية تنهب الموجودة في الخارج وتصرف بالكيفية التي تتفقوا عليها على كيفية صرفها وبالتالي لم يتغير شيء على الإطلاق عليهم أنا هنا بس حبيت نعلق على التقرير التحكم الذي تحدث عن تركيا وتحدث عن روسيا وتحدث عن الاتحاد الأوروبي في حين أن الأمور تدار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مجهد نظري فما كان لتركيا أن تتحرك وأن ترسل هؤلاء المرتزقة وهؤلاء إرهابيين إلى ليبيا دون معرفة الولايات المتحدة الأمريكية ودون موافقة منها على حدودها الأمر لقد كانت هناك ضرورة للمحافظة على الصراج ومن معه بعد أن شارفوا على الانتهاء وكان هناك إمكانية لجيش الليبي للدخول لطرابس والسيطر عليها وبالتالي تتغير معادلة تماما في كيفية إدارة شأن الليبي من خلال استقاط الأداة والألية التي تدار منها ليبيا من خلال الصراج ومن معه فأعطي الإذن لأردوغان ليتحرك وليعقل هذه الصفقة الأمنية والصفقة البحرية مع الصراج في حين أنه لا ينبك حق التوقيع حتى على فاتورة مطعم الصراج ولكنهم فتحوا من خلال هذا الأمر المجال لإدخال المنطقة برمتها في هذه الأزمة أي أن دخول الصدام الآن بين تركيا والاتحاد الأوروبي هو له يد أمريكية من وجهة نظري أنا ولم يكن خاليا من كيفية الإدارة الأمريكية الاتفاقية التي عقدتها من قبل أردوغان مع الصراج أتصور بأنها بتمهيد وبتصور أمريكي إنجليزي لكيفية إدارة المنطقة بدقيقة واحدة أستاذ عبد الحكيم هل تتوقع أن مخرجات مؤتمر برلين سيكتب لها النجاح ويمكن أن يتحقق وقف دائم لإطلاق النار وربما حل سياسي في المستقبل لا أتصور ذلك على الإطلاق وهذا على الليبيين أن يدركوا بأن هذه المجموعة لا تبحث لهم عن حل وإنهاء الأزمة متاحة وعليهم أن يأخذوا الأمور بأيديهم أن نحن نعيش حالة احتلال بلا مجال للشك في هذا على الإطلاق منسبة لي وعلى الليبيين وهذا مصير كل الشعوب كل من يعيش حالة احتلال عليه أن يعيش حالة تحرر وصراج ومن معه يعيشون هم يمثلون حالة الاحتلال وعلينا أن نعول على أنفسنا ولا نعول على هذه العقول التي تعيش حالة استعمارية متوحشة بلا أي ضابط أو بشكل غير مسبوك على الإطلاق دكتور محمد القواس بأقل من دقيقة أعتقد أن آليات الحل اختلفت لم نعد نتحدث عن حوار ليبي داخلي كما أنتج في سخيرات الاتفاق الشهير أصبحنا نتحدث عن إرادة دولية ثبت في برلين أنهم ذهبون بهذا الاتجاه إلى أي مدى بإمكانهم النجاح هذا بانتظار الآليات التي ستستخدم على القلحال هذه الإرادة قد تدفع أيضا الأمين العام المبعوث الأممي في ليبيا قسان سلامة لامتلاك أسلحة جديدة تقنع الليبيين هذه المرة بالذهب إلى حل داخلي ليبي نعم شكرا جزيلا لك دكتور محمد القواس وضيفي من ليبيا أستاذ الحكيم فنوش نهاية بانوراما إلى اللقاء اشتركوا في القناة